أم لا نصحت الأعزة بالأمس قلت لهم أن هذا التفسير وهو تفسير روح المعاني لعلامة بغداد الحق والإنصاف العلامة الآلوسي المتوفى 1270 من الهجرة هذا التفسير يكون بأيديهم وأفضل النسخ وأصح النسخ التي إذا أراد الأعزة يحصل عليها هذه النسخة المطبوعة في مؤسسة الرسالة مو النسخ الأخرى المطبوعة في بيروت وما أدري مكانات أخرى أبدا هذه هي أصح النسخ من أهم خصوصياتها هسا مارد أدخل في خصوصياتها اللفظية والنحوية لأنه الروايات كاملا حركات ميزات ذكرات من أهم الخصوصيات إخراجوا روايات روح المعاني وهذه قضية مهمة أعزائي هذا المنهج اللي احنا أشرنا إليه منهج صحيح فيه عمل كثير وجهد كثير ولكن يجعل البحث بحثا علمية هذه الرواية أساسا لها مصدر ليس لها مصدر من نقلها أين نقلت والعجيب أنه المخرج لها يخرجها في كثير من الأحيان أو في بعض الأحيان من السنة وماذا ومن الشيعة ومهم هذه ومهم أعزائي وفي كثير من الأحيان أيضا يبين أنها صحيحة أو أنها ماذا أو أنها ضعيفة يعني فالجهد كبير مبذول هنا لهذا الكتاب التحقيق المعزائي هو حقق طبعا يظهر بأنه الكتاب كبير واقع في ثلاثين مجلد الآن هي الطابعة الحديثة في ثلاثين مجلد والمجلدات لا تقل عن خمسمائة صفحة ويظهر أنه هناك محققون متعددون لأنه يقول حقق هذا الجزء زهير القاسم لأنه هيش أعمال أعزائي ما يمكن لشخص واحد أن يحققها ساهم في تحقيقه فلان راجعه محمد معتز كريم الدين والمجلد الرابع عشر مؤسسة الرسالة في ذيل هذه الآية من سورة النحل